لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد بسبب هذا التخبط في المعلومات خلال أنه الفريق شنجريحة أكد طلب منه من رئاسة أنه لا يمكن نشر أي شيء بيتعلق بالرئيس ووضعه الصحي إلا أن يمر على المصالح مصالح لوزارة الدفاع لأنه هذا التخبط كان كارثي جدا أنه كان المسؤولين المستشارين الإعلاميين إن تصرفوا بطريقة لا يمكن تصورها أبدا أنا أتمنى أن يعود الرئيس في صحة جيدة وأول قرار يجب أن يتخذه إقالة طاقم الإعلامي لرئاسة الجمهورية بالكامل ومحاسبته على هذه الأخطاء القاتلة هذه الأخطاء المدمرة لأنه خلاص رئاسة الجمهورية عند الجزائريين الآن مثلها مثل ما كانت في عهد بطريقة بطريقة يقى في وضع يعلمه إلا الله تعالى وهم يقولوا أو بخير وذكي ويمارس في مهامه ويكذبوا وبعد طلعت هذه العصابة عصابة فساد وعصابة نهب المال العام وهكم تشوفوا في المحاكم ماذا يحدث هذا من الناس اللي موجودين في الرئاسة لأنه للأسف تم اختيارهم على أساس الولاءات وليس على أساس الكفاءات أضروا أولا برئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إضرار لا يمكن تصوره أضروا بوزارة الدفاع التي هي في نظر الجزائريين أو المؤسسة العسكرية التي هي في نظر الجزائريين ما زالت تقف وتساعد من أجل استمرار المسار الذي اتخذ للخروج الآمن للجزائر من المستنقع الذي كان يراد لها وللأسف هذا أيضا أساء للمؤسسة العسكرية الجزائريون الآن أن صاروا يتابعوا في أخبار كما قلت من جهات أخرى ليس لهم ثقة في الإعلام الرئاسي ولا في الإعلام الحكومي ولا في القنوات الفضائية للأسف الشديد التي مجبرة لأنها قنوات فضائية مكاتب أجنبية وحتى غير قانونية كما قال وزير الإعلام من قبل تعمل بطرق غامضة خارجة عن القانون في كثير من الأحيان أن يجب أن تسوق إلى ما يأتيها من الرئاسة ومصالح الرئاسية إذن الإشكالية الكبرى هناك في رئاسة الجمهورية وهناك أيضا في المسؤولين الإعلاميين والمسؤولين الأمنيين والمسؤولين أيضا في وزارة الدفاع والحكومة الذين يجب أن يتخذوا قرارات صارمة فمرض الرئيس هذا امتحان كبير ولكن للأسف كان من المفروض يعطي صورة جيدة صورة أن الجزائر حدث فيها بالفعل تغيير ولكنها للأسف أكدت أنه لم يحدث أي تغيير الطريقة البتفليقية في معالجة أمر الدستور والطريقة البتفليقية في تقديم الدستور والطريقة البتفليقية في التعامل مع الجزائريين والطريقة البتفليقية حتى في التعامل مع الرئيس عبد المجيد تبون الذي أصيب بوعكة صحية ليس هايبا هذا وباء عالمي الرئيس الأمريكي لما أصيب أعلن وذكروا حتى اسم المرأة التي ثبت لديها الكوفيد ونقلت إليه العدوى بصفة عادية رئيس الوزراء البريطاني أنا أيضا عندما أصيب بنشر مباشرة وتعامل وأخذ هناك كثير من وزراء ورؤساء حكومات أيضا أصيبوا وهناك من شك وأخذ حجر صحي وبعد ذلك تبين أنه غير مصاب ويتم الإعلان بشفافية ماذا سيضر رئاسة الجمهورية لو أنه أصدرت بيان عندما ظهرت الأعراض على الرئيس الرئيس عبد المجيد تبون نقلت إليها أصابه فيروس انتقل إليه فيروس كورونا وظهرت عليه أعراض هذا الكوفيد بعد تكون يوميا كي النشرية من الرئاسة الجمهورية الرئيس بدأت الآن الرئيس متعد ظهرت عليه أعراض الحمى ظهرت عليه أعراض ضيق التنفس ليس جريمة من الرئيس ولا منه وهذا طبيعي ليمرض كل إنسان وبعد ذلك إذا نقل مستشفى الناجة الرئيس إيس بعد تطورات في الأعراض تم نقله إلى مستشفى الناجة بعد ذلك إذا ظهر الرئيس دخل ضيق الوضع الذي في آله إليه الرئيس ليس على ما يرام أم لذلك أن الأطباء الناجة نصحوا بنقله إلى ألمانيا حتى لا تظهر مضاعفات أخرى فالرئيس عنده مريض بالسكري ومدخن وكل هذه الأعراض وكل هذه الأمراض تساعد على نقل أو تساعد على انتشار الكوفيد وإضراره والفتك بأنه يفتك بأي إنسان يدخله هذا طبيعي جدا مؤسسة الرئاسة تكسب مصدقيتها الجزائريون يطمئنون على رئيسهم وسائل الإعلام تغلق أبواب التضليل وتغلق أبواب المتاجرة وصبح كل من هب ودب يحط أمامه الكاميرا ويحكي ويحكي عن الرئيس أيضا تحافظ على مصدقية الدولة لدى المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الإعلامية الأجنبية وبذلك والرئيس رهو يعالج إذا هاي يومين الرئيس رهي تطورات إذا كانت تقية في غيبه بعادي ليست جريمة يا جماعة أنتم تتعاملون مع مرض الرئيس كأنه جريمة دار الأمريكا التي عندما يعطس رئيسها رئيسها يمس الاقتصاد العالمي ورغم ذلك يعلنون أنتم مرض الرئيس ماذا سيضر بالاقتصاد العالمي ولا الاقتصاد الجزائري أصلا الاقتصاد الجزائري هش والاقتصاد الجزائري مهلوك كما يقولوا وانت واش رح يضرك يقول رئيس الجمهورية تعطي الحقيقة للجزائرية حتى لا أتيل عليكم أنا شخصيا أتمنى لرئيس الجمهورية الشفاء العاجل وعندما نعطي هذه الأخبار يجب التأكيد على أمرهم أننا لا نتشفى برئيس الجمهورية حاشا لله ولا يمكن أن نتشفى بأي إنسان حتى لو كان يكون ضدنا ويكون اختلف معاه ويكون أبدا كل من يمرض نتمنى له الشفاء ونسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسنات وأن تكون تطهير له من ذلوبه هذا ما نتمنىه لأي إنسان نحن نتمنى الرئيس أن يكون في وضع صحي ويعود يمارس مهامه وحتى لا نعود إلى مربع آخر ولكن عتبنا كبير وغضبنا أكبر مما يمكن تخيله من رئاسة الجمهورية التي لم تكن في مستوى هذا الحدث الطارئ الذي ألم بالجزائر والجزائريين من حيث لا يدري أحد ولا يتوقع أحد وإن كان وكنا شخصياً نتوقع إصابة أي إنسان بهذا الفيروس الخطير هذا حتى نغلق أبواب لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله